بص يا شيخ أنت متعب يا شيخ وعاوزنا أفضل أفكر وهتعب في الآخر ومش أوصل لحاجة يعني يواء أنتوا بحثتوا يعني مش مكتنع بده كله فأنا مش أوصل لحاجة حتى بعد البحث وبعد التعب وبعد الكلام ده كله لأ أنت طيب لماذا تفترض أنك لن تصل إلى نتيجة؟ يعني هذه فرضية أساسا خاطئة تخيل لو أنك عندك ولد يقول أنا لا ترسلني إلى المدرسة لأنني سأذهب إلى المدرسة وأدرس وأتعب وأدام وأروح وأرجع بعد ذلك ما أنجح استقول له لا أنت روح أنت من الممكن أن تنجح لكن تفترض أنك لن تنجح إذن لن تفعل شيء حتى في حياتك حتى في أمور حياتك فهنا لماذا افترضت هذه الفرضية الخاطئة أساسا أنك لن تصل إلى نتيجة صحيحة؟ طيب يا شيخ هو دلوقتي أنا مش مشكلتي مشكلة مش معاي أنا الفكرة أن كل الناس بحثوا وكل الناس وصلوا لإجابات وما فيش حد وصل لدرجة اليقين في الإجابة اللي وصلوا لها فكل يدها اليقين كل واحد شايف أن الإجابة اللي هو وصل لها هي دي الإجابة الصحة معك حق لكن الذي طرحته هنا ليس مبررا لعدم بحثك لا يوجد سؤال إلا وله إجابة كون غيرك وصل إلى إجابة خاطئة أو إلى إجابة غلط أو إلى طريق غلط هذا لا يعني أنك أنت لن تصل